السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات زبيضة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم حلوة الكريم اللي تجي لديدة بالساف والمعضاق ديالك يجي هائل مكونات اقتصادية غير مكلفة بطريقة تحضير سهلة وسريعة كذلك فانتمنى ان شاء الله الحلوة ديالي يوم تنال اعجابكم وتجربوها ونضعوا على بركة الله مرة نتعرفوا على المكونات وكذلك مراحل تحضير اذا بسم الله نضعوا على بركة الله بنسبة المكونات اللي غادي نحتاجوا 120 جرام ديال التقيق منخول اي مغربل ثم 80 جرام من سكر سندة او سكر حبيبات اربع بيضات وكيس من خميرة الحلوة 8 جرامات ثم سكر بنكهة الفانيليا 7 جرامات ونصف اول شيء نوضعوا البيض اربع بيضات نضيفوا ليهم سكر بنكهة الفانيليا ثم سكر سندة او سكر حبيبات وكنتضربوا هاد البيض جيدا حتى يضع في الحجم ديالو وكيولي بهاد الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا في انا اخر غادي نوضعوا الدقيق فضروري هنا ما كنغربلوه الدقيق وكذلك نغربلوه خميرة الحلوة باش ما كنزبقاش لنا هاد الكويرات وكنخلطوا خميرة الحلوة مع الدقيق مزيان ثم كنضيفوا الدقيق مع خميرة الحلوة شوية بشوية كنضيفوه من البيض اللي خفقنا سابقا لكن كنحركوا من الاسفل للاعلى كيف ما كتلاحظوا معايا باش نحافظوا على قوام البيض باش منطيحوش البيض وكنستامن روحته كنكملوه الدقيق اللي عندنا فكنحركوا بهاد الشكل باش لاجينواز ديالنا نجي مزيانة جيرا طبه مرجيش يابسه فالي طيحنا البيض فما غتصدقش لنا لاجينواز ثم هنا انا غلفت اللعطة بورق الفرن وكننضع لاجينواز ديالي بهاد الشكل ثم كنبسطها بشكل متساوي وبعد ما كنبسطها فكندخلها للفرن اعلى 180 دراجة وكنخليها حتى الطيب مدة 10 دقايق فقط ما كنخليه واش اكتر فهي كتقصاح وهذا والشكل ديالها بعد ما طابت فانا هنا هنقطع على حسب المول اللي عندي كيف ما شفتوا معايا كيف ما هكا فهد الجينواز هادي سقيتها بعصير البرتقال وانتما لكم طبع الخسيار باش ما بغيتوا تسقيوها ثم غادي نحتاجوا البودرة كريمات شونتي 100 جرام كنستعمل هادي وكذلك غادي نحتاجوا للقرقاع القليل فقط يعني مشي كمية كثيرة وغادي نحتاجوا لربع لتر من الحليب بارد ضروري ما يكون الحليب بارد في التلاجة ثم غادي نوضعوا هاد البودرة هادي ديال كريمات شونتي في الخلاط الكهربائي وغادي نضيفوا لها الحليب وغادي نخفقوها جيدا حتى يضعف الحجم ديالها مزيان كيفما هاكا كيفما كتلاحظوا معايا كيتضعف القوام ديالها ثم كنناخدوا المول اللي غا نوضعوا فيها الحلوة ديالنا لحسب المول اللي عندكم انا غن نستعمل هذا لكي تفتح من الجوانب ثم كننوضع لاجنواز ديالي في الشكل وكنوضع القرقاع قليل فقط يعني مشي شي كمية كثيرة لكن المضاق يجي رائع فانا سبق لي جربتها وجات الديضع فانتمنى حسنت وما تجربوها ان شاء الله ثم كننوضع الكريمة بهذا الشكل وكننحاولو نوزع الكريمة بشكل متساوي ونعمروا الجوانب نملؤوهم بالكريمة ما نخليوش الجوانب فارغة ثم كننوضع طبقة اخرى من الجنواز وكذلك قليل من القرقاع بهذا الشكل ثم كننوضعو طبقة اخرى من الكريمة ودائما كننوضعوها بشكل متساوي وكان نملؤو الجوانب بش مكتجيناش الحلوى ديه نمل الجوانب فارغة يعني يجيو فيها فراغات ثم من بعد كننضيف هاد القرقاع المتبقي بات الشكل وده بغى ندخلها المجمد لمدة ليلة كاملة من الاحسن من الاحسن خليوها ليلة كاملة باش تقبط ليلة الكريمة وهنا بعد مرور ليلة كاملة خرجتها وحيت لها المول كف ما شفتوا معايا ثم كنناخدو شوكولة كندوبوها في باماغي او في حمام مريم ثم كنناخد وراق الفرن لقطع الشوكولة صغيرة كيف ما كنتشوفوا معايا على شكل مربع كنقوم بوضع اشكال بهات الشكل ثم كنناخدو هاد الشوكولة هادي اللي وضعناها فوق وراق الفرن وكننحاولو نعطيوها شكل دائري يعني قبل ما نشف الشوكولة فإلا يبسات فما غادش يدور لنا الكاريت او وراق الفرن وطريقة سهلة من اللي كتنشوف الشوكولة فكننحايدوها بكل سهولة كنحايدو يعني وراق الفرن بكل سهولة كيف ما كتلاحظو معايا وكنحصلو على اشكال رائعة هنا انا حكيت شوكولة في الحكاكة ثم غنحتاجو كذلك اللي فخوي كونفلي وكن نبدو كنزينو الجوانب بهات الشكل فانتو مليكم يعني اختيار في طريقة تزين يعني تقدروا الزينو باي حاجة عندكم متوفرة ليكم ماشي بالطرورة يعني تزينو بالشوكولة وكنس السامر حتى نغطي الجوانب كاملة فالطريقة سهلة ما كتاخدش وقت طويل ويكون احسن نحضرو يعني حلوة في البيت فكتقام علينا ارخيصة يعني لان ناخدها من المحلات ثم من بعد ما كملت كيف ما كتلاحظوا معايا فاغنوضع كذلك من الفوق من الجوانب كنزين بها الطريقة وبعد ما كنكمل تزين من الفوق فكنوضع هات الاشكال اللي سبق لي ايه حضرت كنوضع هات الاشكال كنوضع هات الاشكال ثم ما كنزين هات اللي فخوي كنفلي بهات الطريقة ونتمنى ان شاء الله ان الطريقة تكون نالت اعجابكم وتكون عجبتكم الحلوة دي اليوم تجربوها ان شاء الله فمن بعد ما وضعت وضعت الفخوي كنفلي فكنزين بالسكر الناعي من الفوق لمسة خفيفة وهذا هو الشكل النهائي نتمنى ان الطريقة تكون سهلة وتكون بسيطة والمقادير كذلك تكون في المتناول ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتخليوا لي التعليقات ديالكم فدائما الاراء ديالكم كتتهمني متنسوش تخليوا لي كذلك لايك اللي عجبكم الفيديو وتابونوا فلاشين ديالي حلويات زبيدة باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله فإلى عندكم اي استفسار او اقتراح انا دائما رهن الاشارة وكنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء وانقل لكم تلاقا مع وصفات اخرى جديدة في امان الله لك في براهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة